كما تشهد جبهة غزة تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مزيد من التصعيد فالقص المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله يشهد جولات تصاعدية وسط مخاوف من تمدد الصراع في غزة أكثر إلى الجبهة الشمالية في إسرائيل جبهات أخرى تشهد أيضا تطورات مرتبطة بما يجري في غزة ففي سوريا تتوالى الاستهدافات وقد تعهدت إيران بالرد على أي هجمات على مصالحها في الأراضي السورية وذلك بعد مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا قبل أيام وفي العراق الخشية تتزايد من المواجهة بين القوات الأمريكية والفصائل المسلحة كذلك تشهد الجبهة مع الحوثيين تصعيدا مع ارتفاع وطيرة استهداف السفن في البحر الأحمر فهل تشهد الجبهات المرتبطة بقطاع غزة توترا إضافيا وهل تمتد حرب غزة إليها نناقش الموضوع من بيروت مع الكاتب الصحفي منير الربيع أستاذ منير أهلا بك معنا منذ بداية هذه الحرب والكلام هو عن الاشتباك المضبوط وبأن دائرة هذه الحرب لن تتوسع لكن الواضح أن هذه الجبهات مستمرة أيضا في الاشتعال كذلك بين الحوثيين كذلك في جنوب لبنان كذلك في العراق وفي سوريا فإلى أي حد يمكن الارتهان إلى السيناريو أن هذه الحرب لن تتوسع بالنسبة لي بالحد الأدنى هذه الحرب لن تتوسع ولو كان هناك إمكانية أو إرادة أو رغبة في توسيعها لكان توسيعها قد حصل منذ فترة طويلة خصوصا أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى قطاع غزة دخل إلى منطقة الشمال عمل على تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء وهو يستعد إلى تقسيمه لأربعة أجزاء وعمل على تهجير المدنيين من مناطقهم باتجاه الجنوب وربما فيما بعد سيعمل على تهجيرهم من الجنوب باتجاهات متعددة قد يحصل إما بشكل ممنهج وإما عبر تسرب للمهاجرين ولي اللاجئين وبالتالي هذا المعيار الذي كان قد وضع في الأيام الأولى سقط صحيح أن حركة حماس لا تزال تحافظ على قوتها العسكرية على جسمها العسكري ولكن لا يمكن الحديث عن بقاء حماس في ظل مغادرة الناس ومغادرة المواطنين لسكانهم وما يجري هو عملية تغيير جيوستراتيجي في المنطقة إلى جانب أو معطوف على التغيير الديموغرافي الذي تعرض له قطاع غزة نعم لكن أستاذ مونير ما الذي يجعلك شبه متأكد أن الحرب لن تتوسع يعني حتى في على الأقل في لبنان مثلا ما الذي يمكن التأكد من خلاله أن دائرة هذه الحرب لن تطال لبنان لن تكون هناك حرب كبيرة بين الحزب بين حزب الله وإسرائيل نعم جملة عوامل العامل الأول ما يتمظهر يوميا من خلال قنوات تواصل مباشرة أو غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين عدم استعداد الطرفين إلى حصول أي حرب إقليمية هذا أولا ثانيا العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان هو قال إنها جبهة إسناد أو جبهة ضغط لا يريد تحويلها إلى حرب هذا ما قاله علنا وهذا ما يحصل على أرض الواقع الردود الإسرائيلية أيضا تندرج في هذا السياق للولايات المتحدة الأمريكية تريد الحرب وهي تعمل على لجم إسرائيل عن الإقدام باتجاه هذه الحرب وإن كان الإسرائيليون أو ربما بن يمين نتنياهو يريد تصعيد مثل هذه المعارك العسكرية ولكن هو غير قادر في ظل الموقف الأمريكي الرافض لذلك حزب الله لا يريد الحرب لأنه يعرف انعكاساته يعرف تداعيته الأساطير الأمريكي موجود في المنطقة والمدمرات الأمريكية موجودة في المنطقة لديها عامل ردعي كان فعالا باستثناء منطقة العمل المسموح بها هي خمس كيلومترات عمق على طرفي الحدود من الجهة اللبنانية أو من الجهة التي تسيطر عليها إسرائيل قد تحصل بعض الاستثناءات بين فترة وأخرى من خلال توسيع إطار الضربات سيد مونير لفتني في كلامك مسألة أنه جبهة إسناد لبنان جبهة إسناد وكذلك الحوثيون في اليمن استهداف السفن التجارية وحتى العسكرية الأمريكية بالأمس استهدفوا كان الإعلان عن استهداف مدمرة أمريكية هي يو اس اس كارني وأيضا سفينتين إسرائيليتين هل حقا هذه جبهات إسناد بمعنى هل هذه الجبهات تؤثر على إسرائيل يعني هل تكبح ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة أم لا كلا بطبيعة الحال لأن إسرائيل عملت على تهجير الفلسطينيين عملت على تنفيذ الاجتياح البري وتواصل المرحلة الثانية من عملياتها بتنفيذ اجتياح بري في جنوب غزة في البداية كان الخط الأحمر الذي رفع من قبل إيران أو محور الممانعة بأنه مع الاجتياح البري سيتم التدخل وتوسيع الجبهات وقد قال وزير الخارجية الإيراني أكثر من عشرين تصريحا أشار فيها إلى أن الإصبع على الزناد وأن الحرب قد تتوسع وأن الوقت لم يعد يسمح وهذا لم يحصل النقطة الثانية والأساسية نعم تفضل هي أن كل هذه الجبهات التي ذكرتها بأنها جبهات إسنان لا تؤدي إلى تغيير موازين القوى العسكرية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية كما ذكرت ثانيا أو ثالثا والأهم أن كل هذه العمليات تندرج في إطار التفاوض بالنار إذا ما أردت الحديث عن الحوثيين الحوثيون اليوم يعملون وفق الدور الذي كان مرسوما لحزب الله قبل العام 2005 في لبنان أي أن حزب الله كان قوة أساسية بالنسبة لإيران قادر على تنفيذ عمليات هدفها استدراج الأمريكيين إلى التفاوض نجح الحزب في لبنان بمراكمة أرباح ومكاسب سياسية لم يعد مستعدا للدخول في حرب واسعة كي لا يضحي بهذه المكاسب السياسية وغير السياسية التي نجح في تحقيقها انتقل الدور إلى الحوثيين نظرا إلى موقعهم الاستراتيجي في البحر الأحمر والعمليات التي يقومون بها لكن هنا أريد أن نفهم شيئا من كلامك مهم جدا سيد مونير أنه إذا كانت ليست جبهة يعني هي لا تؤثر على القدرة الحربية الإسرائيلية على الفلسطينيين وفي نفس الوقت ليست هناك نية لتوسيع دائرة الحرب أن تكون هناك حرب كبرى فلماذا إذن هذه المناوشات؟ أنت تقول أنه بغاية الحصول على المزيد من المكاسب في المفاوضات لكن مفاوضات لصالح من؟ يعني تفاوض من مع من؟ نعم علينا أن نجزئ هذه الجبهات إذن لأنه أيضا هناك معادلة مهمة لا بد من التوقف عندها أن معادلة وحدة الجبهات بالمعنى الفعلي بغض النظر عن المعنى الصوري والعمليات التي تجري وحدة الجبهات سقطت عندما كان هناك هدنة في غزة لم يكن هناك هدنة في الضفة الغربية والإسرائيليون استمروا بعملياتهم العسكرية الآن يحصل عملية تجزيء لوحدة الجبهات في قلب القطاع بالفصل بين الشمال وبين الجنوب وربما بين أحياء الشمال وأحياء الجنوب لاحقا بما يتعلق بجبهة لبنان أو بجبهة اليمن أو بجبهة العراق هي ليست جبهات إذا بدك متلاحمة في العملية العسكرية لتغيير موازين القوى إنما عمليات تفاوض بالنار لاستدراج الأمريكيين وللذهاب للتوافق مع الأمريكيين ما أهمية دور الحوثيين بالنسبة إلى إيران المسألة المتعلقة بالملاحة المسألة المتعلقة بالبحر الأحمر المسألة المتعلقة بالأمن القوم العربي وأمن الخليج العربي وكأن الإيرانيين يقولون للجميع على الرغم من الاتفاق على الرغم من التقارب في ظل الاشتعال لا يمكنكم أن تخرجوا من مسألة التأثير عليكم من خلال وجودنا الاستراتيجي وهذا الأمر نفسه يقولونه للأمريكيين بما يتعلق بحزب الله لا يمكن لحزب الله أن يبقى بعيدا عن سياق هذه المعركة لابد له أن يكون منخرطا أن يضع التوقيع كقائد أو كأحد أبرز قادة محور المقاومة والذي يوزع الأدوار لابد له أن ينخرط ولكن حتى هذا المحور المقاومة سيد منير ألا ترى أنه حتى جمهور محور المقاومة يلوم على حزب الله أنه لم يقم بما فيه الكفاية لصالح غزة فبالتالي إلى أي حد كذلك ما يقوم به من هذه الاشتباكات المضبوطة هي مقنعة كذلك حتى لجمهور حزب الله ومحور المقاومة بشكل عام هنا علينا أن ندخل في علم الاجتماع وفي علم النفس لأن هناك مجموعات متعددة من الجمهور الجمهور القريب البطانة الأساسية للحزب هي مقتنعة بكل ما يقوله وإذا ما رقبنا السوشيل ميديا وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لحزب الله واضحة كمية الضخ للعمليات تطخيم العمليات تكبير العمليات للقول أن الحزب يقوم بما يجب عليه الجمهور الأوسع من البطانة الأساسية أو من البيئة الحاضنة للحزب لديه يطرح بعض التساؤلات يعيش في صراع بعضه يقول أن الحزب يقوم بما عليه ولكنه يتحمل مسؤولية عدم الانهيار الوضع في البلد بسبب الحرب البطانة الأوسع من الجمهور المتنوع والمتعدد في سياقات متعددة طائفية أو سياسية أو بانتماءات مختلفة هذا الذي لديه اعتراضات متعددة ويقول لا داعي لهذه العمليات طالما أنها لا تغير بمسار الأمور على الأرض ولا تغير بموزنة أنا أريد أن أتحدث على موضوع سلبيا على لبناء غير فقط موضوع لبنان وحزب الله مفهوم وحدة الساحات وبأن إيران تدعم هذه الجماعات من أجل نصرة الفلسطينيين وتحرير فلسطين وكل هذه الشعارات التي أنشئت من أجلها كل هذه الجماعات الآن مع ما يحصل في غزة من جرائم كبرى يعني هي في النهاية لا يعني هي كما يقول البعض أنه هي كانت تتاجر بالقضية تتاجر بهذه الشعارات فقط ليس إلا يعني أنه عندما صارت الحرب فعلا والاعتداء على الفلسطينيين بهذا الشكل هي لا تستطيع أن تغير شيئا كبيرا أنا لا أريد أن أستخدم كلمة متاجرة ولكن إذا ما أردت أن أتحدث بالمعنى السياسي صحيح وحدة الساحات كما ذكرت لم تكن فاعلة بالمعنى العسكري هي شعار تسويق سياسي يعبر عن وحدة جبهات بالمعنى السياسي أما عندما أتينا إلى المسألة العسكرية لم يتم تطبيقها بغض النظر أعود وأكرر عن هذه المناوشات التي تحصل من هنا أو من هناك سواء في لبنان أو العراق أو اليمن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية قبل أيام مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خميناء يقول نحن لم نقل أننا نريد رمي اليهود في البحر وهذه مقولة كاذبة عننا يكمل ويقول أن الفلسطينيين هم الذين يقررون مستقبلهم ومن الذي يبقى في تلك المنطقة ومن الذي لا يبقى على هذه الأرض أو من الذي لا يبقى وفتح باب بشكل أو بآخر لما يحكى عن حل الدولتين وبالتالي لم يعد هناك من مجال الحديث عن مسألة تهجير أو إخراج الإسرائيليين أو تحرير القدس وطرد الإسرائيليين منها هذا الموقف نفسه أيضا أطلقه مسؤولون في حركة حماس ولأول مرة صحيح حماس تتحدث عن حل الدولتين وكان الكلام كله من حماس على هي للمرة الثانية للأمانة ثانية طيب ولكن هناك من يطرح إشكال هناك من يطرح إشكال أنه إذا حماس السياسية أو حماس القسام أو الجنح العسكري يعني هل إذا كان القادة السياسيون في حماس يقبلون بحل الدولتين هل القادة العسكريون سيقبلون هذه المسألة ستكون متروكة لواقع الأرض ولواقع العسكري حتما هناك بحث على مستوى دولي كبير وعلى مستوى إقليمي في كيفية إعادة تشكيل جسم جديد للقيادة الفلسطينية كيف ستتمثل حركة حماس في هذا الجسم هل سيتم تغيير اللبوس العقائدي أو السياسي والانخراط بمشروع سياسي جديد يمثله أو تمثله شخصيات سياسية من حركة حماس هذه علامة استفهام مطروحة حتما حماس لديها تعاطف كبير من قبل الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة أو ربما في الدول العربية وهي قد تكون حققت بعض المكاسب المعنوية بنتيجة هذه العمل ولكن هذا لا يمكن استثماره في السياسة هنا سنذهب إلى احتمال من اثنين إما أن تنضوي حماس في مشروع عربي يعمل على بلورة مشروع سياسي ينتج قيادة فلسطينية جديدة تبحث في مستقبل القضية وكيفية حلها وإما أن تبقى حماس إلى جانب إيران فلا تكون حماس هي القادرة على الاستثمار السياسي بما يجري إنما إيران هي التي ستستثمر سياسيا من خلال التفاوض مع الأمريكيين أو مع غير الأمريكيين والقول أنها صاحبة القرار صاحبة فرض التوازن في المنطقة ولا بد من العودة إليها بشأن ترتيب أوضاع المنطقة وأمورها لسيما أن مسألة طفان الأقصى حصلت في توقيت جيوستراتيجي في المنطقة كان هناك طريق الصين أو الحزام والطريق حصلت العمليات التي حصلت في سوريا فيما بعد جاءت طريق الهند وصولا إلى أوروبا مرورا بالخليج العربي وبإسرائيل حصلت العملية لتقول أن هذا الطريق غير آمن كما أنها جاءت على موجة مفاوضات التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل وبالتالي هناك من أراد أن يقول أنا صاحب القرار لا يمكنكم عزلي ولا يمكنكم الذهاب إلى مثل هذه الاتفاقات بدون أن أكون أنا شريكا مقررا في هذا الأمر أنا أشكر لك الحقيقة شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق الصراحة كنت معنا من بيروت منير الربيع الكاتب الصحفي شكرا لك على تلبية دعوة سكاين نيوز عربية هذا المساء